واجع المظالم كاشف عن ثقتك بالحنان العالم سبحانه وتعالى انت قد ايه واثق من الله سبحانه وتعالى ففي ثقتك في الله تظهر بقى في تعاملك مع الظلم كل ما كنت واثق من الله سبحانه وتعالى واثق من الموعود واثق ان محدش هيقدر يوصلك بأذى غير والمعلم عايز يعلمك شيء من وراء الاذى والوجع ده اللي بيفهم كده بيجعل ان اللي يتشغل بالظلم واللي يبقى عنده مشكلة مع الظلم واللي هو يفضل الظلم ما ينايموش هو الظالم مش المظلوم لان المظلوم في رعاية الله وفي امن الله سبحانه وتعالى واعطاه ماذا اعطاه زي ما احنا عرفناه اعطاه دعوة مستجابة القعدة السبعة ان مسامحة الظالم لا تعني محبته ولكن تعني محبتي وثقتي في الله يعني انا لو سمحت اللي ظلمني هل معنى كده ان انا لازم ارجع زي الاول اعشاء واحبه وكده لا ده انا سمحت لوجه الله الا تحبون ان يغفر الله لكم اه نحب والله يا رب فلتعفوا ولتصفحوا فغفر سيدنا وبكر وسامح سامح يعني ايه يعني ترك ما عنده ما في قلبه لله يبقى اللي احنا قلناه دولة عشان اخرج من ده المظلومية لازم اراجع للقواعد السبعة اللي انا قلتهم دول اللي هم ايه القواعد السبعة واحدة واحدة اول قاعدة بتقول ايه اول قاعدة بتقولك عن المظالم عشان ما تقعش في ايه في المظلومية ان الظلم لا يورث ولا يتسع القاعدة التانية المظالم لا تمنع الالطافة والحنانة الربانية القاعدة التالتة من ظلمك لم يظلمك في الخفاء وبل ظلمك بين يدي الله القاعدة الرابعة الظلم لا عن قوة لكن عن غفلة عن ما سيقول اليه الامر من الظلم والى غضب الله سبحانه وتعالى القاعدة الخمسة الظلم ليس نهاية الحياة بل هو بداية جديدة لرؤية الحياة بمدد الله القاعدة السبعة وجع المظالم كاشف عن ثقتك بالحنان سبحانه وتعالى الرحيم القاعدة السبعة مسامحة الظلم لا تعني محبته ولكن تعني محبتي وثقتي في الله الحاجة التانية بقى عشان ما قاعش في المظلمية عدم مراجعة المظالم فلان عمل ايه وظلمني ازاي ما راجعاش ما عود شراجع مين اللي ظلمني ومين اللي ما ظلمنيش في ناس كيفين ده الحاجة التالتة كمان اللي تخلينا تجنب المظالم كل ما تحس كل ما تحس بمظلمة وانت مش قادر تصبر خد حقك بالعدل بلاش فكرة ان اخد حق تالت من تالت يعني اخد حق ايه وزيادة لا ده مش عدل وده مش صحيح ولو حقك انت محتاج له تاخده بالقانون خده بالقانون ولو حقك محتاج تاخده بتحكيم العقلة خده بتحكيم العقلة بس اذا ما كنتش عايز لا تاخده بالقانون ولا بتحكيم العقلة ولا بتدخل اهل الله ما تقعدش تكرر وتكتر المظالم لأن المظالم بتحرع القلوب يا أخي رابع حاجة هتخليك بقى ما تقعش في المظالم في المظلمية لما يقع عليك الظلم خلي خليك ذكي خليك ذكي يعني إيه خليك ذكي ذكاء النوراني كده لما تحس بأن أنت مظلوم على طول لازم يبقى فيه سر بينك وبين الله لازم يبقى عندك دعاء دعاء ماذا في الجزء الثاني من الحديث يحزن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الشح يبقى إحنا بعد الظلم جيت تحزين من الشح طب وليه قال لك ما هو الشح يدوى الظلم للناس وظلم للنفس